موسيقى لا بد أن ننطلق من السؤال التالي لنتذكر أعزائي مضمون ننصنا القراءة فما هي منافع الغابة؟ فكروا جيدا أحسنتم فهي تحافظ على التوازن البيئي كذلك هي مكان هي مكان للسجمام والترفيه جيد أيضا هي مصدر مهم للخشب أحسنتم وكالمعتاد أعزائي عزيزاتي نقرأ النص قراءة سليمة معبرة عنوان النص هو كالتالي الغابة في خطر تشكل الغابة مصدر رزق ونشاط اقتصادي كبيرين إنها عامل أساسي في استمرار الحياة الطيبة للإنسان على وجه هذه الأرض وتغطي الغابات ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة وقد بدأ هذا الرقم يتناقص حسب المتمين بالبيئة والسبب في ذلك أن الإنسان والحيوان والآفات الطبيعية كالحرائق وغير الطبيعية كمخلفات المصانع تسيء إلى أجزاء مهمة من الغابات الواسعة المنتشرة على هذه الأرض وقد بدأ كل ذلك ينذر بحدوث تغييرات سريعة وخطيرة على البيئة إذ أصبحت تلوث كابوسا يهدد البشرية كلها بأكبر الأخطار وباتت الغازات الكثيفة المنبعثة من مداخن المعامل تزيد من ارتفاع حرارة الأرض مما جعل علماء البيئة يتوقعون حدوث كوارث كبرى مدرة بصحة الإنسان إنه وتمادى في إهمال حماية الغابات الواسعة التي تحيط به وأصر على الاستمرار في اجتثاث أشجارها أتمنى أعزائي أن تكونوا قد وفقتم في قراءة النص قراءة جيدة وفهمتم مضمون هذا النص وللتأكد من ذلك سأطرح عليكم بعض الأسئلة مثلاً ما هي الفكرة الأساسية للفقرة الأولى؟ نعم أكيد أهمية الغابة في حياة الإنسان والمخاطر التي تهددها جيد أمتاز الفكرة الأساسية للفقرة الثانية والأخيرة كالتالي الأضرار التي تلحق بالإنسان نتيجة تلوث الغابة والآن أعزائي بعد أن تعرفنا على أفكار النص سننتقل جميعاً إلى تلخيصه تلخيصاً جيداً أكيد أنكم تمكنتم من تلخيصه ممتاز نعم للغابة أهمية في حياة الإنسان والحيوان أيضاً لها فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى من بينها الحفاظ على التوازن البيئي أيضاً هي مصدر رزق ونشاط اقتصادي كذلك هي مكان للترفيه والاستجمال إلى آخره نعم الغابة مهددة بأخطار كثير أعزائي مثلاً الحرائق الاجتثاث مخلفات المصانع جيد وأخيراً ماذا ينبغي علينا اتجاه الغابة؟ نعم أحسنتم واجبنا اتجاهها هو الحفاظ على الغابة لأنها مسؤوليتنا جميعاً هكذا أعزاء عزيزاتي ننتقل إلى دراسة مغزى هذا النص فما هو المغزى من النص؟ نعم أحسنتم ضرورة الحفاظ على الغابة نظراً لمنافعها الكثيرة ممتاز وما هو نوع النص؟ هل هو إخباري؟ أم وصفي؟ أكيد أنكم ستعلمون الجواب ممتاز إخباري ما شاء الله نعم أعزائي لنختم حصتنا بالمرحلة الأخيرة التي تنتظرونها بشغف وهي أمحص توقعاتي جيد أشجار الغابة تلطف الهواء هذا توقع صحيح ممتاز أشجار الغابة كلها مثمرة توقع خطأ الغابة مهددة بسبب التلوث والحرائق جيد صحيح توجد أنهار كثيرة بالغابة توقع خطأ وأخيرا الغابة مكان عيش العديد من الكائنات صحيح أحسنتم أشكركم كثيرا هكذا نكون قد أنهينا الحصص الأربع للنص الوظيفي رأينا جملا في دروس سابقة تتضمن فعلا مضارعا صحيحا مثل لذلك مثلا يذهب الزائر إلى الغابة لاحظ العلامة الإعرابية للفعل المضارع العلامة الإعرابية هي الرفع وعلامة الرفع هنا هي الضم الآن سننتقل إلى الجملتين التاليتين إذن نقرأ الجملتين التاليتين يحب الزائر أن يذهب إلى الغابة لن ألعب بألعاب نارية لاحظ الفعل المضارع وحدد الأدات التي سبقته إذن الفعل المضارع والأدات في الجملة الأولى أن يذهب وفي الجملة الثانية لن ألعب والآن والآن لاحظ معي جميعا أرزاء القراء العلامة الإعرابية للفعلين معاً العلامة الإعرابية هي النصب وعلامة النصب هنا هي الفتح بعد دخول كل من أن ولن على الفعلين أصبح الفعل المضارع منصوباً وتجدر الإشارة إلى أن هناك أدوات نصب أخرى مثل كي إذن والآن نتوصل أخيراً إلى الاستنتاج التالي ينصب الفعل المضارع الصحيح بدخول إحدى أدوات النصب التالية أن لن كي والآن وصلنا إلى التطبيق أدخل إحدى نواصب الفعل المضارع الصحيح مع ضبطه بالشكل إذن لنتأمل الجمل التالية يصرني أتأمل منظر الطبيعة في فصل الربيع جملة الثانية أتهاون في دراستي جملة الثالثة أجمع النفايات أحافظ على البيئة إذن في نظركم ها هي الأدات المناسبة للجملة الأولى لاحظوا كلمة يصرني إذن يصرني سأستعمل الأدات أن إذا لاحظوا الفعل كيف أصبح أصبح الفعل منصوباً بعد دخول أن نعيد قراءة الجملة فنقول يصرني أن أتأمل منظر الطبيعة في فصل الربيع الآن ننتقل إلى الجملة الثانية إذن هل من المفروض على التنميذ أن يتهاون؟ لا إذن الأدات التي نستعملها هي أدات نفي ونصب في نفس الوقت والآدات المناسبة لهذا المعنى إذن هي أدات لن إذن أقول لن أتهاون في دراستي والآن ننتقل إلى الجملة الثالثة أجمع النفايات في نظري كل لماذا نجمع النفايات؟ إذن أجمع النفايات إذن الأدات المناسبة كي أحافظ على البيئة إذا لاحظ الفعل المضارع في الجملة الثالثة أصبح منصوباً إذن وسبب نصبه هي الأدات كي نفس الشيء لباقي الجملة السابقة نسيقف نصب في نفس الوقت نسيقف نفس الوقت نسيقف نفس الوقت جمع النفايات؟ И Santa sag test. E se trouve-t-il? Il se trouve dans une forêt. A ton avis, qui pourra-t-il être le vieil homme ? Le père du garçon, son grand-père ou peut-être son voisin ? Pourquoi il y a eu un point d'interrogation ? لك رائعون إج 테�اد إج기도 موسيقى موسيقى Peut-être sur les arbres Ou sur les forêts On saura les réponses à nos questions en écoutant le dialogue Écoute avec moi Grand-Père, sais-vous combien il y a d'arbres dans le monde ? Personne n'a jamais pu les compter, Ali Et les forêts, y en a-t-il partout dans le monde ? Oui, il y en a dans tous les pays, sauf au pont nord et dans les grands déserts. Avec qui parle le garçon? Il parle avec son grand-père? Il parle avec son père? Ou il parle avec son ami? Très bien, il parle avec son grand-père. Le vieil homme est donc le grand-père du garçon. Que demande l'enfant à son grand-père? Combien il y a d'arbres dans la forêt? Non, ce n'est pas ça. Combien il y a d'animaux dans la forêt? Ce n'est pas ça non plus. Combien il y a d'arbres dans le monde? Oui, tu as raison, c'est la bonne réponse. Quelles sont les régions où on ne trouve pas d'arbres? Au pôle nord seulement? Seulement dans les grands déserts? Au pôle nord et dans les grands déserts? Oui, bien sûr, la bonne réponse est la troisième. On ne trouve pas d'arbres au pôle nord et dans les grands déserts. Tu as bien compris, cher élève. Maintenant, répète avec moi. Grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? Personne n'a jamais pu les compter à lits. Et les forêts? Il y en a-t-il partout dans le monde? Oui, il y en a dans tous les pays, sauf au pôle nord et dans les grands déserts. On va jouer les rôles tous les deux, d'accord? Moi, je fais le grand-père et toi, le petit garçon. Prêt? Un, deux, trois, vas-y, commence. Personne n'a pu jamais les compter. Il y en a dans tous les pays, sauf au pôle nord et dans les grands déserts. C'était notre première séance des activités orales. Au revoir et à la prochaine! On va commencer par un rappel. Regarde les deux images. Que fait le garçon? Très bien! Il se lave les mains. Il se réveille. Regarde les deux phrases. C'est quoi le verbe dans les deux phrases? Dans la première, c'est... Oui, bravo! Se laver. Et dans la deuxième, c'est très bien! Se réveiller. Le verbe se laver et le verbe se réveiller, ce sont des verbes... Bien! Les deux verbes pronominaux. Ils sont conjugués à quel temps? Très bien! C'est le présent de l'indicatif. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Regarde l'image. Demain, vous arroserez les plantes. Nous les arroserons, grand-père! Qui parle? Très bien! C'est le grand-père. Avec qui il parle? C'est bien à ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il leur demande? Bravo! Il leur demande d'arroser les plantes. Quand? Aujourd'hui? Maintenant? Non, demain. C'est très bien. Regardez les deux phrases maintenant. Demain, vous arroserez les plantes. Nous les arroserons, grand-père. Où est le verbe dans ces deux phrases? Bravo! Dans la première, c'est arroserai. Et dans la deuxième, arroserons. Quel est l'infinitif de ce verbe? Bravo! C'est le verbe arroser. Le verbe arroser, est-ce qu'il est conjugué au présent de l'indicatif? Non, bien sûr, tu as raison. Ce n'est pas le présent de l'indicatif. C'est le futur simple. Le futur simple, il exprime une action qui se déroulera plus tard. Après, demain, prochainement. On va conjuguer le verbe arroser au futur simple. J'arroserai. Tu arroseras. Il arrosera. Elle arrosera. Nous arroserons. Vous arroserez. Ils ou elles arroseront. Regarde le verbe arroser au futur. Quelle est sa terminaison? C'est très bien. Je, A-I Tu, A-S Il ou elle, A Nous, O-N-S Vous, E-Z Il ou elle, O-M-T C'est très bien. Maintenant, tu dois bien te rappeler de cette règle. Le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard. Généralement, il est formé de l'infinitif plus la terminaison. Ces terminaisons sont A-I A-S A-O-N-S E-Z O-N-T On va conjuguer quelques verbes usuels au futur simple de l'indicatif. Visiter Je visiterai. Tu visiteras. Il ou elle visiteras. Nous visiterons. Vous visiterez. Il ou elle visiteront. Finir Je finirai. Tu finiras. Il ou elle finira. Nous finirons. Vous finirez. Il ou elle finiront. Aller Ce n'est pas comme le verbe visiter et finir. On ne va pas garder l'infinitif du verbe au radical, comme radical du futur. Donc on a J'irai. Tu iras. Il ou elle ira. Nous irons. Vous irez. Il ou elle iront. Le verbe venir. C'est la même chose que le verbe aller. Le radical a changé. On ne prend plus l'infinitif du verbe. Non. Je viendrai. Tu viendras. Il ou elle viendra. Nous viendrons. Vous viendrez. Il ou elle viendra. Maintenant, cher élève, c'est à toi d'aller chercher d'autres verbes usuels et de les conjuguer aux futurs simples de l'indicatif. Il ou elle viendra. Étudier. Sous-titrage DR. شكرا